اشتركوا في القناة من قبل سكان مدينة موساكوري حاضرة ولاية حجر لميس وفور وصولها توجهت إلى مقر الولاية وبعدها عقدت اجتماعاً مع عضاء الجمعيات والتجمعات النسائية بالمنطقة واستحلت المناسبة بكلمة من قبل حاكم ولاية حجر لميس علي حارون نقول أنا في وقت مادي بعد ما شدت الأمل قابلت أنتو قلت للبرزيطان أنه الجمعيات أنه النسوان وفي المقابلة سمينا منكم كلام كتير وهذين منكم استفدوا في الكريديد من الوزارة بطريقة الحكومة وهذين لقوا مساعدة من الونجي السافيه كله بطريقة الحكومة يجاد استريحنا في الرجوع من جانبها وزيرة التدريب المهني والمهنة السقيرة ماجي ديان باتشاي ريد أعكدت بأنها جاءت إلى ولاية حجر لميس بحدث اللقاء مع أعضاء الجمعيات والتجمعات النسائية في المنطقة من أجل التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المرأة وخاصة النساء المستفيدات من القروض الإسلامية السقيرة طالبة من النساء بدفع الديون حتى يتسنى للنساء الأخريات الحصول على القروض والاستفادة منها وخاصة الأسر الضعيفة لأن هذا يدخل ضمن سياسة الرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الرامية إلى محاربة ظاهرة الفقر في أوسط المجتمع مسؤول المتابعة والتقييم بمشروع القروض الإسلامية السقيرة بشاد السيد آداء بركو ومسؤول شركة الصافي في ولاية حجر لميس إبراهيم آدم ساكن قدم شرحا مفصلا عن المشروع الذي يحدث إلى مساعدة الأسر الضعيفة من أجل الاستفادة من هذه القروض الإسلامية لتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية هذا ونشير بأن المشروع قدم قروضا لتمويل المشاريع السقيرة للنساء في ولاية حجر لميس وذلك عبر شركة الأمانة للتمويل والاستصمار الإسلامي صافي السيدة خديجة من ضمن النساء المستفيدات من القروض الإسلامية السقيرة يعتبر تطوير تمويل المسقر محورا أساسيا في استراتيجية مكافحة الفقر وتحقيقا لهذه القاية طلبت الحكومة الحصول على قروض من البنك الإسلامي للتنمية من أجل دعم قطاع التمويل المسقر من خلال خطوط اعتمان متجددة تخطي مناطق معينة تعتبر ذات أولوية في المرحلة الأولى ترجمة نانسي قنقر